ويا صباح الخير على جيش كوين فري. مشروع النهاردة هو مشروع زي الكتاب جديد عملة رقمية وليها مشروع جديد لسه ما اندرجتش على المنصات الرقمية. يعني لسه ما تحطتش على المنصات ولكن تقدر تشتريها من داخل محافظ العملات الرقمية. الفرق بين المحافظ والمنصات احنا عملنا له فيديو كامل. ازاي نستفاد من العملة? طبعا العملة بتكون نازلة باصفار كتيرة جدا يعني حضرتك لو خزنت بنصف دولار او بواحد دولار. وقت ادراج العملة ده هو او زي الكتاب بالزبط. طبعا زي ما احنا عارفين احنا بنوزع حدايا في كل فيديو بنختار من الاعضاء. الفيديو النهاردة هتشوف اسامي الاعضاء هو احنا بنختارها لايف وقدام حضرتك. لو اسمك ظهر ما تنساش تبعط محافظتك على تيليجرام. وباقي الاسامي هتنزل هناك مباشرة. ولكن انا عملتك كده عشان اعرفك ازاي انا بختار الاسامي. الفيديو والموقع مش نصيحة استثمار ده اعلان ممول من صاحب الشركة. لو عجبك المحتوى منساش تصبح هنا باللايجة بتاعك الجميل والتعالى اشرح لك. اول حاجة نبدأ كده نشرح المشروع. هسيب لك كل حاجة اسفل الفيديو وهسيب لك كل حاجة متنصقة مع بعض. ده موقع العملة او موقع المشروع اللي احنا بنشرحه. وتقدر بقى ترجمه للغة اللي انت بتستخدمها كل المتصفحات دلوقتي تقدر تترجم اللغة بالطريقة بتاعتك. تقدر بقى تقرى ان كل حاجة بالتفاصيل ولكن انا هشرح لك المهم في العملة. هشرح لك العملة ايه هي? الكمية بتاعتها ايه? تشتريها منين? وهشرح لك مشروع وهشرح لك ازاي تتواصل معهم? وايه اصلا خارطة الطريق بتاعتهم? لان ده اهم حاجة في العملة. كل حاجة بتكون مكتوبة في الموقع. وكل حاجة بتكون موجودة في خارطة الطريق. وده اللي بيحصل مع اي عملة الرقمية نازلة جديد. عند حضرتك هنا صور او عندهم متجر ممكن المتجر ده يبقى خاص بالتعدين او يبقى خاصة بالالعاب. لسه ما نزلش خارطة الطريق الكاملة. للن ف تي. انما للعملة الخارطة الطريق نازلة بشكل. كمان. اللي يهمنا في الموضوع اجمال العرض. الكمية كلها اللي موجودة في العملة. وعندك هنا الحرق اللي اتحرق منهم. وعندك طبعا كل حاجة بالتفاصيل. ولكن المهم هنا في خمسة في المية للمخزنين. يعني انا لو اشتريت باتنين دولار بتبقى متخزنة عندي. باخد خمسة في المية على كل عملية بيع او شراء. واحد باع واحد اشترى وانا مخزن. فانا باخد خمسة في المية. ده الافضل ده الحاجات الحلوة اللي بتكون في العملة. طبعا عندهم هناك قناة تيريجرام وعندهم اكتر من قناة واكتر من جروب على حسب اللغة بتاعت حضرتك وعلى حسب البلدان. بيكون فيها كل التفاصيل. سواء كانت هتندرج الجديد على اي منصة. او سواء كان هيتحصل بامة او سواء كان هم هيضفوها على محفظة جديدة. وتقدر من هنا طبعا تتابع كل القناوات الموجودة عندهم. الفريق نفسه بتاع العملة هو اللي عامل الجروب بحيس ان يبقى فيه معلومات وتواصل مع الاعضاء بحيس لحد عنده مشكلة. حد عنده اقتراح حينزلوا حاجة جديدة يعرضوها على المجتمع بتاحهم. بالنسبة لخارطة الطريقة بتكون واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا طبعا عندك الالتراك والبناء يعني نزلت امتا? وتبنت امتا? وعندك طبعا في رقم اتنين تقدر انك انت تشتريها من بنك سواب وتبيعها برضو على بنك سواب. ودي المنصات اللي هي الدعيمة لهم. فالحد كده احنا فهمنا كل حاجة عن المشروع. ناصبا طبق عملي. ازاي? طبق عملي. يا بالصحاب. اول حاجة مشاريع الان فتي. لسه طبعا القرطة الطريقة مش واضحة ولكن عشان تشتري. لسه لحد الان مش واضح احنا نعمل به بالنف دي. ولكن لازم اشرحه زي ما قلت لك طبعا ده اعلان مما اول. ولحد ده وقت انت هنزيد تعمل لك عشان انت صاحل الصور ازاي كده. وناس يا بالصحاب تعمل لك. شكرا مقدما على لك بتاع حضرتك. هنا في او الصورة منتهية. يعني ما ينفعش انك انت تشتريها. ولكن بقى الصور طبعا تقدر انك انت تشتريها ده في حالة انك انت عايز اشتري على مسؤوليتك اشخصية دي مش نصيحة استثمار ولا انا جاي اقول لك اشتري ولا جاي اقول لك بيها. طبعا بتربط هنا للمحفظة وبتقول له اشتري الان. وعندك طبعا تقريبا تمن صور او عشر صور. عفوا لسه صح الصباح طبعا وزي ما قلت لك نسيت برضا انت تعمل لايك. وانا نسيت ان انا اشرب القهوة بتاعتي. عندك من الاسفل هنا حضرتك زي ما شفت التواصل اجتماعي بتاعهم سواء كان تويتر او تليجرام او اي حاجة. بالمناسبة طبعا الاسامي بتاعت الفائزين هتنزل دلوقتي عندك هنا على اليمين لو اسمك ظهر. شوف اسم حضرتك فينه وكلمنا على تليجرام. احنا قلنا هنختار عشرين. وطبعا اخترنا عشرة انا عرفتك بس هبختار ازاي الاسامي. وبقى الاسامي هتنزل هناك في قناة تليجرام. هنا يا صاحبي السوق بتاع الشراء. وهنا طبعا المؤشر بتاع العملة ودي الناس طبعا اللي بتشتري والبيئة في العملة. الموضوع اسهل منه مفيش زي اي عملة عادي بنشتريها من اي منصة. في طريقتين للشراء. الطريقة اللي هي المؤتدة العادية بنروح على المحفظة بتاعتنا وناخد العنوان والعقد. ونروح هناك بنشتري من داخل المنصة بتاعتنا او الطريقة التانية اللي هي بتشتري من داخل الموقع نفسه. انا عشرح لك الاتنين وانت المناسب لحضرتك تقدر تتعامل بيه في اي عملة مش في العملة ديت انا بشرح ازاي تشتري العملات اللي لسه نازلة جديدة او الاكتبات اللي بنسه نازلة جديدة يعني انا بشرح مش بقول لحضرتك خش اشتري لأ انا بشرح عشان اعرفك ازاي تشتري سواء كان عملة لسه نازلة جديدة شفت مسلا العملة في قناة موجودة تاني غير قناتنا تقدر تبقى عارف الطريقة بنشتري ازاي الطريقة اللي هو بتروح على محفظتك وبتاخد هنا في بانك سواب هتلاقيها فين هتلاقيها موجودة عندك في الاسفل هتنزل في الاسفل طبعا هتلاقيها موجودة عندك بنكا سواب دي طبعا هنشتغلنا عليه كتير جدا اول حاجة بتربط محفظتك اللي هي محفظتك اللي انت فتحها دلوقتي بتقول له او افتح المحفظة بتدوس عليها بالشكل ده واختار شبكة البي اني بي سمرت لان العملة مبنية على شبكة البي اني بي سمرت اخترنا العملة وعملنا تأكيد احنا كده عندنا صليحية الشراء والبيع هنشتري ازاي العقد موجود في الموقع وهسيبه لك في اسفل الفيديو وهسيبه لك في قناة تليجرام وكل حاجة اول اصلا في الموقع بتوضي نسخة افضل عشان يبقى عندك كل الصلاحيات وتحط هنا العادة هيزهر لك العملة من فوق تقدر تختار اي عملة انت هتشتري بها بتداء من واحد دولار او نص دولار عادي ولكن انا هشتري باتنين دولار للتخزين يعني اتنين دولار مش كمية كبيرة هخزنهم العملة ارتفعت كبيرة لان هي اصفار كتيرة ممكن تحقق مبلغ محترم فروح بايع وانا مقصرتش اي حاجة العملة طلعت مسلا مش بتتباع او سكام او الجودة يبقى انا مقصرتش برضو كتير ده هما اتنين دولار مفيش اي مشكلة وطبعا مش جاي اقول لك بيع ولا اشتري انا بشرح طريقة الربح من العملات اللي نسا نزلة جديدة طبعا زي ما انت عارف بتختار الكمية وبتقول له تأكيد وبعد ما بتتأكد بالعملة بتوصل فيما حفظتك الطريقة التانية بتروح على الموقع بتاحهم وطبعا بتجيبه من داخل الموقع نفسه بتقول اشتري الان من فوق بيوصلك لهنا برضو بتربط المحفظة بتاعك حضرتك وبتغير الشبكة على شبكة بي اني بسمارت وطبعا كالمعتاد العملة بتنزلك لوحدها لان ان انت مش محتاج تضيف العادة بتيجي هنا على او تبادل بين العملات لو انت باللغة العربية بتختار طبعا من اسفل تبدل العملة فوق وتنزلها تحت وتشوف انت هتشتري بعملة ايه ابتداء طبعا زي ما قلت لك من نص دولار تقدر تشتري عادة مفيش اي مشكلة ولكن انا بشرح طريقة البيع والشراء هختار باتنين دولار وهقول له تأكيد وبعد ما بدوس تأكيد بيبعتني على محفظة التوريس والد او تقدر تبدل برضو على ميتا ماسك او على المحافظة المركزية مفيش اي مشكلة بالطريقة دتي هي دي طريقة شراء العملة هتقول لي بقى عم احمد ازاي اضيف العملة انا اشتريتها انت اخدت العقد اللي انت اشتريت بالعقد موجود في الموقع بمجرد ما تخش الموقع هتلاقي اول حاجة العقد بتاع حضرتك كل اللي عليك حضرتك هتروح على محافظة التوريس والد عشان تضيف العملة هتظهر عندك هتجي هنا على الطالت شرط من الاعلى وتعمل اضافة عملة جديدة هتاخد العقد وتحط نسخ كده هيزهر لك طبعا قائمة الاضافات تغير شبكة وهنا عندك نسخ هتحط لصق كده هتنزلك كل المعلومات مش محتاج تكتم اي حاجة انت بس حط طلعات وهتلاقي العملة موجودة عند حضرتك عندهم برضو تويتر خاص بالموقع بتاعهم عشان في مشاريع بتقول لك ده مشاريع مشاريع النزب هم تويتر خاصين بالادراجات يعني مسلا بيقول لك هنا حضرتك الموقع بتاعنا نزلناه في معركات البحث على المواقع النصابة وطلع تسعين في المية وكل المعلومات برضو هتلاقيها موجودة عندك على تويتر على سبيل المسال ده اخر تغريدة كانت من تمن ساعات وقت تصوير الفيديو مبارع فتقريبا دلوقتي اربعتاشر ساعة نسبة الامان في الموقع لحد الان تسع وتسعين في المية لحاجة ده بالصحاب انا شرحت لك كل حاجة عن العملات الجديدة وزي ما قلت لك طبعا ده اعلان مما اول مش جاي اقول لك شري ولا جاي اقول حضرتك بي انا بشرح طريقة ربح جديدة الطريقة دي بقى تطبقها على اي عملة انت شوفتها سواء كان عندنا او على اي عملة موجودة في مكان تاني لو عجبك المحتوى ما تنساش تصبح هنا بالليكة بتاعك الجميل ونشوفه في الجديدة على قوين فري